سأل يقول أن والده لا يعدل بين أبنائه فيقول هل أنصحه؟ نعم الدين النصيحة أنصحه إذا رأيت أنه لا يتقبل منك النصيحة أو يترفع عليها أو شديد الغضب فبحث عن اسلم آخر كما لو مثلا ترسل له من ينصحه أو ترسل له مثلا كلاما مسجلا لبعضها العلم أو ترسل له مقطعا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله وأعدلوا بين أولادكم المهم أنك لا تغضبه كما أنك لا تهمله ادعوه إلى العدل وإلى الاستقامة وعلى أن يتق الله أعز في أولاده بحيث لا يجعل بينهم فجوة ثم قطيعة لأن بعض أولاد إذا رأى أحد الأبوين يفضل الآخر عليه ربما قاطع أخاه أو قاطع أخته فحتى لا يقع الأب الإثم من وجهه من وجه أنه لم يعدل بين أولاده ومن وجه آخر أنه كان سببا للقطيعة لقطيعة الرحم وهذا من كبار الذنوب فينصح ثم ادعو له ادعو الله له أن يصلحه الدعاء يعني شأنه عظيم وأثره كبير فكثير من الناس يقفى عن هذا أنه ينصح شخص ينصح شخصاً فيرى أنه لا يتأثر أو لا يستفيد من نصيحة ثم يهم للدعاء لا ادعو واللهم اهدي والدي اللهم وفقه للخير اللهم اعنه على الطاعة على الاستقامة على العدل لعل الله عز وجل أن ينفع بدعائك واللهم استعان ترجمة نانسي قنقر